مرحبا بكم في بريف سبور حلقات اليوم برعاية تيونيزا سيرفي تيونيزا سيرفي سبيسياليست ديجيتال اي شركة تحب على سبيا قيمة تتصل بها النادي الافريقي عود البارح بانتصار رثمين ملعب مصر بن جنيت خدام الاتحاد المونستيري واحدة بلايش في خطين مباراة الجولة الرابعة من مرحلة البليوف هدفها الافريقي كان سجل اللاعب عن العمري في الدقيقة ستة عشرين بالانتصار هذا النادي الافريقي يسعد المركز الثاني بحتيش نقطة بفرق نقطة وحيدة عن نجمة الاسحلة المتصدر الافريقي اللي وصل نتيج والايجابية في مرحلة تتويج ثلاثة انتصارات وتعادل وحيد احسن خط هجوم بستة هداف وافضل خط دفاع بهدف وحيد نهار لحد الجي الموجهة المتظرة بين الافريقي والنجمة الاسحلة بملعب رادس الحسابة جولة الخامسة من مرحلة البليوف الخمسة مطال عشية ريهان هالصادارة موجهة ثانية باش تتعب نهار تلاحظ باش تجمع الولمبيال بيجي بالاتحاد الرياضي بتطوين زوز موجهة المتبقية من الجولة باش تلعبه نهار تلاثة مية لمقبل الكلاسيكولاسيس ولا تراجي والاتحاد بانجردانا مع الاتحاد المونستيري من البليوف للبلياوت البارح تلعبت موجهة الجولة الخامسة من مرحلة الذهاب الملعب لتونسي تعادل واحد واحد مع نجمة المتلوي بنفس الانتيجة تعادل رولمبيكا سيدي بوزيد مع مستقبل اسليمان واكد ذلك ندي البنزار تتعادل اثنين اثنين مع ملحة ممسوسة اليوم تطلق رحلة الاتحاد المونستيري للعاصمة الايفورية ابي جون تلقى من خمسة واربعة مطال عشية في رحلة باش تدوم تقريب خمسة ساعات الاتحاد باش يواجه نهار تلاحاد سيك ميموزا بداية مال خمسة مطال عشية الحساب يبدو ربعا نهائي من مسابقة كأس الاتحاد الافريقي ذهب كانوا فيه 0-0 بملعب رادس قائمة اللاعبين شهدت عودة الحارس بشير بن سعيد يوسف اومارو وزياد العلوي باشي شكله تعزيز مهم بعد ما غابوا عن مباراة الخيرة بالتوفيق لممثل كورد قدمة تونسية المتخبلة تونسي باشي واجه نظير ولا جزيري وديا نهار عشين جوان مقبل الجامعة اعنت انو المواجهة باشي احتضنها ملعب تسعتاشمائية الف وتسعمائية وخمسين بمدينة عنابة اثمائية ونصم تعليل النجمة السيح لرسل رسمي المكتب الرابط الوطني لكوردة القدمة المحترفة من اجل لفت النظر بخصوص احداث الكلاسيكو الاخر قدامة التاريجي هيئة لتوالفي بلاغ لها على الفيسبوك اعنت انها قامت بتوفيق البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية واللي تضمن اعلام رسمي وواضح بخصوص كل مجد في الكلاسيكو من احداث عنف بسبب تعامد مجموعة من جمهيرة لتاريجي رمي الحجارة على اعوان الامن من جرع له اصابة 25 عون ومسؤول استوجبة نقل احدهم للمستشفى سيف الدين الجزيلي يعود للتهديف مع فريق والزمالك بعد سيام دم تقريب ثلاثة اشهر الجزيلي سجع هدف الانتصار لفريقه قدام سيراميكا كليو باتر المباراة انتهيت واحد دبليش في مواجهة مؤجلة من جولة 25 مدوريال مصري اخر هدف الجزيلي كان تقريب بتاريخ 29 جنفيا الماضي امام فريق فيوتشر وسجع نهارتها ثونائية لفريق والزمالك حمزة الماثوثي كان شارك البارح شوط وحيد قبل ما يتم استبداله مع انتلاقة الشوط الثاني ذكرونه للزمالك يحتل مركز الرابع في الدوريال المحلي ب43 نقطة فارق عشان نقاط على الاهلي اللي منقوص من اربع مباراة في الهوند منتخبنا لتونسي لبارح فيزع نذير والارجنتيني 24-23 في مباراة ودية احتضنتها قاعة الحمامات وغدو بشكون الموعد مع الموجهة الودية الثانية خلت ربصة التحذيري لمنتخبنا استعددا لكان مصر 2014 مباراة مش تجمع منتخبنا بنذير والياباني من الاربع مطلع عشية بقاعة الحمامات الكورة في اوروبا لبارسل بارح ينقاد الهزيمة وقدم رايو فاليكانو اثنين واحد في الجهة الواحدة وثلاثين من الليجة ويبقي على فرق حدش نقطة بين وبين الريال في المركز الثاني في انجلترا الجهة الى الثلاثين سراع على صدارة المان سيتي يضرب ارسنال اربعة وواحد ارسنال يبقى في الصدارة بفرق زوز نقاط على سيتي لكن السيتي منقوص من زوز موجهة الكوبا ايطاليا الانتر يتاهل لدورة النهائية بعد مفايز عليوفي واحد بلايش مباراة تالي ذهب انتهت واحد واحد في الاليانزا ستيديوم الانتر بشيوهجة في الدورة النهائية المتأهل موجهة كريمونيزي وفيرونتينا مباراة مشتل عب بليلة ثمانية متع للموجهة اخرى لليلة في البريمير ليج الجولة 33 توتنهام يستضيف في المان وينتد الثمانية واربعة متع لين كان هذا كل شيء في بريف سفور قد وملكم محمد علي تارطة عبقية اخبارنا على موقعنا التونيزيونيك بون كوم لايك وبرتاج وصلكتر اخبار اشتركوا في القناة